حول الموضوع ينضم لنا عبر الأقمال الصناعية مباشرة من القاهرة الأستاذ محمد شاكر المتحدث باسم قوات النخبة السورية أستاذ محمد مساء الخير أهلا بك معنا الزميلة جنان في تقريرها قربتنا أكثر من قوات النخبة السورية لكن من حضرتك أيضا نريد أن نعرف دور قوات النخبة السورية في هذه المعركة معركة الرقة وأيضا سير العمليات بداية مساء الخير وشكرا إليك سيد خديجة دور عمليات النخبة السورية هي فصيل ضمن التحالف الدولي كما تحدثت تقريركم منذ قليل طلعت بجميع مراحل عملية غضب الفرات منذ المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة وضفرت أيضا بوصول أول أحياء الرقة وهو حي المشلب قبل أن تتقدم في حي الصناعة الآن في صدب الصوت نعم خلل في الصوت الآن هل تم إصلاحه؟ تفضل الآن أستاذ محمد تتموضع الآن قوات النخبة السورية معك تتموضع الآن قوات النخبة السورية في حي الصناعة منذ عشرة أيام والمعارك ليس كما يتحدث عنها البعض الذين يحاولون أن يروجون أشياء أخرى المعارك صعبة جدا الآن يجري تجدد استراتيجية جديدة في العمليات القتالية بعد أن كانت تقوم على دخول مجموعات عن طريق الدعم الأمريكي مجموعتين أو ثلاثة تتألف من 16 شخص الآن يجري التحشيد من قبل قوات النخبة السورية لدخول أكثر من 500 عنصر للتوجه نحو حي الرميلة في استراتيجية جديدة تعتمد أكثر على التركيبة الديمغرافية لقوات النخبة السورية التي تتألف من أبناء الرقة والحسكة ودير الزور لذلك الآن يجري التوجه نحو الرميلة نعم وهو الحي الذي يقع في شمال حي الصناعة أو في الشمال الشرقي للمدينة القديمة ومن ثم بالتوازي مع عملية قوات سوريا الديمقراطية في الغرب التي تتجه في حيي حطين والقادسية إذا تم هذا اللقاء بالاستحواذ على حي الأندلس يعني أصبحنا في استراتيجية جديدة تقوم على تقطيع أوصال المدينة وعزل الفرقة 17 لإجبار التنظيم المتطرف على الاستسلام ولا أقول الانسحاب بما يحافظ على المدنيين نعم أستاذ الحمد أنتم كقوات نخبة سورية وكجيش سوري حر علاقتكم مع الفصائل الأخرى أيضا خلال هذه المعركة أيضا ربما الجهود لتآلف أكبر ما بين المقاتلي العرب والمقاتلي الأكراد بشكل يخدم سير هذه المعارك سؤال دقيق جدا يعني ويحتاج لي شرح تفصيلي بصراحة يعني لماذا لأنه يعني أنا نحن قلناها دائما أن عبارة الجيش الحر هي عبارة فضفاضة وكبيرة جدا نحن قوات النخبة السورية ننضوي في إطار عملية غضب الفرات تحت الغطاء الأمريكي وجميع القوى التي ترفع علم الجيش الحر وتنضوي تحت الغطاء الأمريكي نحن نرحب فيها ونعتبرها ضمن مشروعنا أنت تعرفي في التجاذبات السياسية نعم يعني أصبحت الآن يعني كتلتين كتلة أستانا التي تضم تركيا إيران روسيا وكتلة أيضا الغطاء الأمريكي التي تستحوذ على 40% من الأراضي السورية في منطقة البادية والمثلث مع الأردن ومناطق غضب الفرات إذن نحن لدينا ما يتناسب مع أفكار تيار الغد السوري الذي تتبع له قوات النخبة السورية كفصيل عسكري الذي يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية ولا ينضوي تحترايات أخرى يعني استثمرت بعلم الجيش الحر وتنفذ أجندات إقليمية وربما أقول لك بين قوسين أجندات إسلاموية يعني استمرأت مسارة الصلاح السوري وتحاول تلعب أيضا على الخلاف الكردي العربي طيب أستاذ محمد سؤال أخير وهو دوركم في هذه المعركة حتى فيما بعد تحرير الرقة دوركم أيضا في حماية المدنيين في دعم المدنيين بالمرتبة الأولى كما قلت بما أنكم لديكم منذويين تحت راية واضحة أولا لديكم هدف واضح كيف سيخدم ذلك المدنيين باختصار سمحت أولا بالتأكيد يعني إحنا من قام بثورة ضد حكم استبداد عسكر تاري لن يكرر تجربة في الرقة تجربة عسكر تارية وسواء كانت قوات النخبة السورية أو شركانا بقوات سوريا الديمقراطية نحن مؤمنون بإدارة محلية يقودها أبناء الرقة وسواء كنا نحن أو شركانا في قوات سوريا الديمقراطية نحن جميعنا سوريون ونحاول أن نؤمن لإخوتنا في الرقة ولأبنائنا في الرقة يعني ما يعني تطلعاتهم التي خرجوا من أجلها منذ آذار 2011 شكرا لك على دين المدخلة معنا سيد محمد شاكر المتحدث باسم قوات نخبة السورية وكنت معنا عبر الأقمى الصناعية مباشرة من القاهرة شكرا لك